طيب هنروح على كرة السلة سيدات الاهلي طبعا كان بلاعب الجزيرة في دور الستاشر في كأس مصر وكأس المباراة بتلاعب على سلط الشهدات يلقاطات ارشفية من تتويج الفريق ببطولة القاهرة وخلي بالكم الفريق ده خد بطولتين فقل من شاه بطولة المنطقة كان نضد نادي الجزيرة بالملاسبة لعبوا نادي الجزيرة في دور الستاشر انتهت المباراة بفوز الاهلي مية وتلاتة اربعة وتمانية طيب الغريبة انه نادي الجزيرة طلع النادي الاهلي السنة اللي فاتت في دور التمانية كانت المباراة دي في دور التمانية السنة اللي فاتت ونادي الجزيرة خرج النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي النهاردة او الانباراة هقدر انه يكسب تاني الجزيرة ويتقاهل لدور التمانية هيلعب مين هيلعب الفائز من الغابة والصيد هننتظر مين لا يكسب وهنكسب يعني ان شاء الله بشكل كبير احنا راحين على قبل النهائي بس مش هتلاعب قبل النهاية ومتحددش معاده امتى يعني هنتلاعب دور التمانية وبعد كده هيقف كاس مصر وهيشتقنف السوبر خليه بس اوضح لكم حاجة معينة او هتعرفوا السلة قد ايه موسم شاق جدا بعد ما خلصنا دور المرتبط كان فيه 16 فرقة بيلعبوا دور المرتبط اربع مجموعات اربع فاربع على فكرة رجال وسيدات مش رجال بس انا بتكلم عن الاثنين فترتبوا من واحد لستاشر ترتبوا من واحد لستاشر لازم الواحد لستاشر دول يحصل ايه نقسمهم تمانية وتمانية تحد السلة قال كده تمانية فوق وتمانية تحت ايه التمانية اللي فوق تمانية بينفسه على دور السوبر وتمانية بيحدده الهبوط التمانية اللي على دور السوبر الاول هيلعب الستاشر والتاني هيلعب الخمستاشر والتالت هيلعب الاربعتاشر وهكذا هيلعبوا بيستو في سريه غالبا بالورق او القلم هيبقى مش التمانية هنقول السبع التامن والتاسع هيبقى بينهم من بعض قريبين من بعض هما في الجدول التامن هيلاعب التاسع فغالباً اللي هيبقى فيه شد هو التامن والتاسع إنما من الأول للسابع تقريباً محسوم هيتأهله طيب بعد ما يتأهل التمانية اللي فوق التمانية اللي فوق لما يتأهله هيلعبوا بقى بلاي هيلعبوا رايح جاي هيلعبوا رايح جاي كم ماتش؟ 7 في 2 في 14 إذا للترتيب بس بس ماتشات مهمة لأن طبعاً أنت بتلاعب فرقة بتثبت نفسك بتاع لأن الترتيب كل بالزبط كل ما ترتيبك يبقى متقدم سكتك هتبقى سهلة لغاية الفاينال كل ما تتأخر كل ما تلاقي بتقابل في الطريق فرقة جامدة بعد التمانية اللي فوق ما ييجوا الأول هيلعب التامن والتاني هيلعب السابع والتالت هيلعب السادس والرابع هيلعب الخامس ولعبوا أدوار إقصائية بيستوف سري وبعد كده هتلعوا لغاية قبل النهاية هيلعبوا بيستوف 5 وبعد كده النهاية بيستوف 5 دو موسم طويل جداً فالكوتش أشرف توفيق عشان كده برضو كابتال علي هاشم بيجاهز كل المصابين بيعد بيعمل طبعاً الموضوع قاسي جداً على السلة والحقيقة فنتمنى لهم طبعاً كل التوفيق